معاناة النازحين لا تنتهي فما زالوا يسكنون المخيمات رغم ارتفاع درجات الحرارة حتى أجبر العوز النساء والأطفال وخصوصا الأيتام منهم أن يجوبوا الشوارع لسد رماق العيش وتوفير بعض احتياجاتهم دون التفاتة حكومية تذكر يقلمنا جدا أن نشوف الأطفال بأعمار الورد يفترشون الشوارع في الشتاء البارد القارص وفي الصيف اللاهب وهم يستجدون المبالغ البسيطة جدا لسد حاجتهم من الجوع والسكن ربما والمأوى والمتطلبات الحياة طبعا هذه الظاهرة مثل ما ذكرنا لها الأسباب اللي ذكرنا منها الاقتصادية اللي هو الوضع الاقتصادي السيء جدا خاصة للعوائل اللي نسحت والآن بدون معيل وقسم منهم آبائهم فارق الحياة لأي سبب كان أي الأيتام الذين بدون معيل ولم يحصلوا على الرعاية الاجتماعية من قبل الدولة ناشطون وصفوا معاناة النازحين في العراق عموما بأنها نتائج الحرب التي خلفت تسيب الأطفال عن المدارس وانتشار ظاهرة التسول والمتاجرة بالمرأة والطفل كتزوج القاصرات وعمالة الأطفال الحروب هي أكثر سبب أثرت على نفسية الطفل بنفس الوقت أثرت على حالة الاجتماعية لأنه تعرفون بعد أحداث اللي صارت الحروب وأحداث داعش اضطرت الأطفال إلى أنه تكون بدون معيل لأن الأب إذا فقد أو كبير العائلة فقد الطفل بهاي الحالة رح يصير علي عبع يعني عبع أنه هو يكون مسؤولية أنه يحمي العائلة وبنفس الوقت ممكن أن يكون مسؤول أنه يجيب مصرف ويجيب سب العيش للعائلة فهي هذا السبب ممكن نقول الرئيسي والأهم شريحة مهمة مهملة إن ظلت دون رعاية ستخلق جيلا متخلفا عدوانيا يؤثر سلبا في مجتمع مدينة كاركوك والأجدر تدارك هذه الشريحة لإعدادها وجعلها شريحة إيجابية في المستقبل مدينة تطفو على بحر من النفط وواقعها لا يسر الناظرين فالجوع والحرمان يعصف بالبراعم الندية الذين لم تحتضنهم سوى هذه الشوارع لتكون مصدر قوتهم سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك